اشتركوا في القناة 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 وعنده رؤية أكبر فمن هنا أحمد حمودي ناحت الشمال بيستلم الكرة بيعمل كروس ولا أروع متقن جدا لأحمد ياسر ريان اللي يقدر النهاردة اللي هو يجيب هدفين وده الهدف اللي قدام حضراتكو ارتقاء عالي وبيوجه في مكان كويس جدا لعيب واعد لعيب مهم داخل النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يوفقه ومن هنا هنقوله كويس هنقوله برافو ولكن لسه منتظرين أكتر لعيب يلعب في نادي الأهلي عليك القتال عشان يبقى ليك مكانة جوه الفريق وله ده في الثاني اللي بتاع حسين السيد الكرة من ناحية الشمال أيضا حسين ده تحضير محمد نجيب الكرة بتعدي حسين منطلق بيعمل كروس برضو في أحمد ياسر ريان بيستلم وبيفنش الكرة كويس جدا جدا الاستلام ممكن ما كانش كويس ولكن الفنش أكثر من رائع فعشان كده النهاردة المباراة الودية كده بتظهر لك لعيبة فيه لعيبة بتوجه رسالة لكابتن حسين البدري حبقى موجود مع الفريق الأول وده مهم جدا المباراة الودية الودية مزايا الرسمي عشان أكلم حضراتكم لك اللعب المحترف تفكيره التمريني وبقى زي المطشاط والنوعية دي اللي هي زي متعب وحسام عشور اللعب العامل التاريخ وعبد الله السعيد وعمر السلاء لسه مستنين منه أكتر واحد من اللعبها المتميزة جدا 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 عمر السلاء بصراحة بيفزل مجود كبير والنهاردة شفنا عشان محمد موجود فالنادي الأهلي وهو ده اللي أنا هقوله تعاقد مع صفقات اللي محتاجها هو مش القطرة ويبقى في مشاكل يبقى عليك ضغوط من الجماهير لا ما بلعبش ليه ده عاوزين فلان الفلاني ده لكن النهاردة النادي الأهلي عمل صفقاته في اللعب اللي محتاجها في الأماكن اللي محتاجها آه في في حتة السردباك وأنا قلت لكم بارح وسبحان الله النهاردة كابتن حسين تصريح نفس الكلام اللي قلناك كابتن حسين قال أنا ما عنديش مشكلة اللي أيمن أشرف لعب المكان ده مع سموحة مطشاط كتير جدا فبيبقى مفيد بالنسبة لي اللعب اللي بيلعب في أكتر من المكان على سبيل المثال أحمد فتحي لما نتكلم بيلعب باكرايت تحطه سردباك تحطه ديفندر لما يحصل أي إنزارات ولا وقف ولا أي حاجة فتلاقي أحمد فتحي موجود ده مباراة الودية بيبقى فيه في البداية كده خلنا نشرح لحضراتكم سريعا بيبقى فيه حملة تدريبة عالي وتلعب مباراة متدرجة فالكابتن كابتن حسين البدري اشتغلت معاه وممكن أفهم نوعية التدريب وفي شكل كبير وتفكيره في المبارايات النهاردة هتلاقي أكيد كان فيه حملة تدريبة عالي وبعدها بتاخد مباراة بقى ومتدرجة أعتقد أندي لأني كمال المباراة اللي جاء هي لعب المنصورة وده في زل الاحتكاك لضربة البداية زي ما قلت لحضراتكم أمام طلع الجيش خليني سريعا كمان مهم جدا نسمع رأي الكابتن حسين بعد المباراة قال ل لعبته ايه اتكلم قال ايه نعرف من زميلي كريم أحمد مرسل قناة النادي أهلي كريم برحب بيك برحب بيك كابتن شادي أهلا بيك طبعا أهلا بكل مشاهد الكرة من مقرب هو في الفرقة